إجراءات جديدة لقمع الحريات في عدن الإجراءات شملها تعميم صادر عن رئيس ما تسمى الإدارة الذاتية للجنوب أحمد سعيد بن بريك في أحدث خطوة يقدم عليها المجلس الانتقالي منذ إعلانه الإدارة الذاتية في الخامس والعشرين من شهر إبريل الماضي التعميم استهدف الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات ووسائل النقل العامة وغيرها وتوعد بإيقاع عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة تصل إلى مليون ريال ضد كل من يثبت تورطه ببث الدعاية وإقلاق السكينة العامة لأن استحقاقات الشعب الجنوبي بحسب هذا التعميم ليست محل سخرية وثرثرة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها عهد المجلس الانتقالي بتنفيذ الإجراءات التي عممها إلى قوات أمن عدن وإلى جهاز عسكري وأمني يضم ما تسمى بألويات الدعم والإسناد واللواء الأول مشاه جبل حديد وكتائب العاصفة في إشارة إلى الطابع العسكري لهذه المرحلة الأكثر سوء في تاريخ عدن حيث تبرز هذه المنظومة كأهم إنجاز خلفه تدخل العسكري للتحالف بعد أعوام من الادعاء بأنه جاء لدعم الشرعية وإنقاذ اليمنيين بعد ثلاثة أعوام من إنشاء المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات وفي مثل هذا الشهر تحديداً يختار هذا المجلس استيراد التقاليد القمعية الراسخة التي أعتمدتها أبو ظبي ضد الشعب الإمارات لجهة تشديدها على قمع الحريات وإسكاة الناس وتحويل مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء محفوف بالمخاطر يأتي هذا القرار بعد فترة وجيزة من إعلان الانتقال سيطرته بأدوات السطو المسلح على الموارد السياسية للدولة اليمنية في وقت تواجه فيه مدينة عدن ظروفاً اقتصادية وصحية بالغة الصعوبة خصوصاً بعد استشراء وباء كورونا وغيرها من الأوبئة والحميات الأخرى التي تفتك بالعشرات من سكان المدينة بإجراءات كهذه يتسبب المجلس الانتقالي بشلل شبه كامل لمؤسسات الدولة حال دون قيامها بدورها في إنقاذ عدن في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها زاد من وطأتها غياب المنظمات الدولية التي غادرت المدينة على وقع هذا الشلل وارتفاع منسوب التوتر الأمر الذي فاقم من الوضع الصحي الكارثي للمدينة وكرس بؤسها المعيشي ترجمة نانسي قنقر